كهف الددان المضيئة في نوزيلاندا تمتلئ هذه الكهوف بمخلوقات صغيرة مضيئة تنتج الدوائين الأزرق والأخضر وتوجد فقط في نوزيلاندا وتشكل أسقف الكهوف المتوجدة في المدينة منازل لهذه الددان المضيئة الفريدة من نوعها حيث يمكنها الدوق الفسفور المنبعث منها من الحصول على طعامها من الرخويات والحشرات واللافكريات الصغيرة كما يساعد ذلك الدوق على جلب الفاقهة بحيث تعيش جنبا إلى جنب على شكل مجموعات تتآلف من مئات الحشرات